مرحبا أعزائي متابعي قناة بالنبيعين عربية شرح اليوم هو عن طريقة إنشاء حساب أبل وبرقمك بدون الحاجة أن تشتري هذه الحسابات الوهمية من السوق حسابات أبل الوهمية وهذه مؤقتة رح تبقى 6 شهر سنة سنتين وبالأخير تقفل وتعمل لك مشكلة قبل ما أبدأ شرح لكم الطريقة طلب أن تشتركوا بالقناة فعلوا الجرس لايك للفيديو في البداية رح ندخل إنشاء طريقة إنشاء الحساب طريقة سهلة ما تطول بيدك أكثر من 5 دقائق بالضبط خلينا ندخل من داخل الاي كلاود أشرح لكم في البداية لو عندك هاتف جديد أو عندك هاتف في البيت حذفت الاي كلاود مالتها وحبيت أن تعمل حساب باسمك فرح تدخل هنا بالأعلى على الإعدادات رح يظهر عندك هنا تدخل بالإعدادات رح يظهر عندك هنا رح تدخل هنا رح يظهر عندك إما تقرب هاتف يم هاتف أو بالأسفل إنشاء حساب أبل فرح نكبس على إنشاء حساب أبل وهنا رح تدخل تاريخ الميلاد ونمشي بالقطوات أو إنه تدخل على متصفح جوجل وتعمل تسجيل الدخول هنا رح تظهر عندك هذه الصفحة تنزل بالأسفل هنا إنشاء حساب أبل رح يأخذك لهذه الصفحة أنا طبعا حبيت أنه صورت الفيديو هناك لكن غبشت هنا كثير فحتى لا أغبش عليكم حتى هنا تكون ظاهرة أول شي هنا رح تكون الإسم الأول وهنا تدخل إسم العائلة بعدها البلد تختار أي بلد أنت تكون به لأنه رح يطالبك بالمعلومات فتختار مثلا إذا أنت بالكويت الكويت السعودية المملكة المتحدة نروج النمسا أي مكان أنت العراق فإذا اخترت العراق هنا دخل إسمك مرة ثانية والإسم العائلة وضروري تأخذوا لهم لقطة للشاشرة لأنه هذا رح يبقوا إياكم بعدها تاريخ الميلاد ضروري تاريخ ميلادك حتى ما يلنسي متجيب لتاريخ وهمي لا تاريخ ميلادك الشهر واليوم والسنة بعدها هنا بعدها إجيت إلى أهم رحل وهي إنشاء البريد الإلكتروني مالتك هذا البريد الإلكتروني رح تخلي أحرف وأرقام مع آت iCloud.com صار عندك بريد إلكتروني وتنزل هنا تخلي كلمة السر كلمة السر مثل ما تشاهدون ثمان أحرف أقل شي رقم واحد كبير وأحرف صغيرة وأحرف مميزة واحد اللي هي الآيكونات مثلا نقطة فارزة استفهام وهنا أتأكدها وهنا أرل عراق ورقم الهاتف الضيفة ورسالة نصية وتوافق هنا وتدخل هذا الكود وتعمل ترسال ورح يوصلك كود على الرقم وتخلي الكود ورح يفتح عندك حساب أبل بسهولة جدا وهنا مثل ما تشاهدون رح تستمر هذه العملية مو أكثر من خمس دقائق كلها رح يبقى يستمر إلى أن يسجل لك الموقع وبعدها مثل ما تشاهدون صار عندي حساب أبل بدون أي مشاكل وهذا مالتي أنا أقدر أرجع ألغي أقدر أخلي أبدل الرقم لأنه هذا مالتي الشركة هي عملت لي مثل ما تشاهدون فكل واحد عند حساب أبل قديم كنشتراه من السوق الأفضل يبدل بهذه الطريقة رح يصير عند حساب أبل مالتي حتى للشركة تقفل لي أتمنى من نهاية الفيديو في السفعة ديته طالب لا تنسوني باشتراك لايك وتفعيل الجرس هذا الفيديو رح يكون صندق الوصف كيف رح توقف الإضاءة المستمرة في الآيفون 15 وأيضا الآيفون 16 تحياتي لكم وشاهدوا فيديوهاتي مع السلامة اشتركوا في القناة